وصل فخامة الرئيس سردار برد محمدوف رئيس جمهورية تركومنستان الصديقة والوفد المرافق إلى مملكة البحرين مساء اليوم في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاء تتناول وعلاقات التعاون والصداقة التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وكان في استقبال فخامته لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والسعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الشرف وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل ومحافظ محافظة المحرق وسفير مملكة البحرين المعتمد لدى تركومنستان وعدد من المسؤولين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر